طيب تعالوا نروح لملعب مباراة وزمننا فاروق صلاح نتعرف منه بقى على آخر الأجواء قبل انطلاق المباراة مباشرة فاضل يا فاروق من جديد أجد التحية بالكابتن أيمن شوقي وضيوف الكرام كابتن مصر الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن علاء ميهوب والكابتن أسام عرابي والكابتن عادل عبد الرحمن وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدة وتابعي شاشة قناة النادي الأقلي في كل مكان من هنا من أستاذ الأهلي والسلام وقبل انطلاق مباراة الأهلي والاتحاد في الجولة الثانية عشر لدوري المصري الممتاز طبعا يا كابتن أيمن زم حدك استعرضتوا كابتن الكبار على أهمية المباراة وأهمية هذه المرحلة قبل مواجهة الرجاء وده الكلام اللي مستر بيتس موسيماني يتكلم فيه مع اللعبين في المحاضرة الفنية أن مباراة الاتحاد ثم مباراة المصري ثم مباراة الشراء للدخان ثلاث مواجهات مهمة جدا وبروفا قوية جدا من أجل الاستعداد لفريق الرجاء طبعا كان وصول فريق النادي الأهلي إلى ملعب المباراة أو الاستاذ الأهلي والسلام سريعا مستر بيتس موسيماني نزل تفقط أرض الملعب وأثنى على أرض الملعب وأيضا يعني طاقة بعض الموجودين في أرض الملعب التقاط الصور تسكريم عن مستر بيتس موسيماني أعيز أقول لك كمان أن كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي حاليا موجود في أرض الملعب طبعا مؤذرة ومساندة فريق النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب دايما في كل المباراة موجود مع اللعبين في هذه المرحلة وفي كل المراحل الحالية أو المراحل السابقة طبعا مستر بيتس موسيماني أعلن التشكيل للنادي الأهلي إذا ما حدك استعرضت كابتن أيمن تشكيل للنادي الأهلي خرج من قيمة النادي الآلي لها دي المباراة مصطفى شبير ومحمد محمود وطبعا موجودة على مقاعد البودلاء علي لطفي وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وطير محمد طير ومحمد أفشا وعمر السلية وحسن حسن ومحمد شريف ومحمود متولي طبعا النهاردة فيه مجموعة من التبديلات ومجموعة من التغييرات النهاردة على تشكيل النادي الآلي طبعا في ظل ضغط المباريات وتوالي المباريات النادي الآلي ورؤية مستر بيتسو موسماني أن يعمل الروتيشن على اللعبين وبيراح بعض اللعبين على الجانب الآخر كابتن عماد النحاس والمواجهة الأولى ليه مع فريق للاتحاد طبعا نتكلم مع اللعبين على استغلال المباراة واستغلال الضغط اللي فيه النادي الآلي النهاردة ميكي سوني طبعا من الأوراق اللي مستر بيتسو موسماني بيجربوا في مركز الصانع للألعاب هنشوف النهاردة ميكي سوني في مركز الصانع للألعاب في ظل التلاتة اللي بيلعب بهم الكابتن عماد النحاس سواء موروسيلفا وكريم الديب ومروان عطية في منتصف الملعب هنشوف المواجهة المواجهة ما بين الفريقين لكن إن شاء الله كل التوفيق لفريق النادي الآلي الأجواء هنا كابتن عايمن في استاد الآلي والسلام أكثر مرة تواجد لبعض جماهير النادي الآلي الحريصة على مؤذرة ومسندة النادي الآلي ومن خلالك كابتن عايمن طبعا بنتمنى توفير كل الأمور ويستغل لوجود حضرتك طبعا يا كابتن عايمن وجود كابتن الكبار توفير كل الأمور كل الأمور الخاصة في فريق النادي الآلي من أجل الاستعداد لفريق المباراة الرجاء سواء بتأجيل بعض المباراة أو وجود جماهير النادي الآلي اللي أعتقد تكون لها مفعول السحر في مباراة مهمة زي مباراة الرجاء من جديد تعود الكلمة لكابتن عايمن شاوي وضيوفه الكرام شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح اشتركوا في القناة